مشاهدينا العزاء ورجعنا لكم بعد الفاصل واسعدنا ان يكون ديف وضيفكم اليوم المستشار الاعلامي دكتور سقر عبدالله مستشار بالأمم المتحدة سابقا ومقدم برامج رياضية سابقا اهلا وسهلا محارتك وحياتك طبعا عارفين انك قلت لاعب من معايبين قرة القدم في اكتر من نادي واحنا سعداء ان حياتك موجود معنا من نهارت اهلا وسهلا يا هلا وغلا يا مرحبا سستامر اتشرفت فيك يا الغالي واتشرفت بوجولي معاك اعلامي متميز مثلك فشي شرفني بارك الله فيك احنا سواء ده ان احنا موجودين مع حضرتك هنا واحنا شوف مظاهرة انتشرت بشكل عام في المجتمع المصر وجميع المجتمعات اللي موجودة حاليا وهي ظاهرة التعصب في قرة القدم او في الرياضة بشكل عمومي ايه رأي حضرتك في موضوع التعصب اللي موجود ده وازاي ان احنا نقدر نقلل منه ونعارف ان حضرتك قمت بكتاب الكتاب في هذا الموضوع وحضرتك قمت درست الموضوع ده بدراسة باستفادة فعايزين نعرف من حضرتك ازاي ان احنا نقدر نقلل من موضوع التعصب في الرياضة شارطر عمرك في البداية احنا محتاجين نثقف المشاهد نفسه كاعلام رياضي انزين فيفترض كل اعلامي رياضي او جاعد امام الكاميرا ايشون يثقف المشاهد انزين بالوعي دوت ان انت ليش بتعصب شي السبب الرياضة روح تسمو بيها الاخلاق انزين الرياضة اخلاق اللاعبين في الملعب الله يسلمك عقب المباراة بيروح يجعدوا مع بعض في الكافهات ويستأنسوا مع بعض ومدري وشو ليش انت كمشاهد بتضيع سمو وروح المباراة نفسها طيب ومتعة الكورة عرشون كورة القدم هي لعبة الملايين لعبة الفقراء صارت الله يسلمك الكل بيستأنس ويستمتع فيها انت كمشاهد انت جاي طالع من بيتك عشان تستأنس بالمباراة ممكن يسوي مشاكل طول عمرك وهواش وتكسير وتخرب منشآت الدولة او منشآت النادي وتحط غرمات على النادي عرشون وتوتر اللاعبين في الملعب وتوتر الجهاز الفني والمشاهد ليش شي السبب انت جاي تستأنس جاي تستمتع انت حياتك تقسي تقول اللاعبة في الأول وفي الأخير بعد المباراة بيكونوا عادين مع بعض على القطرين وبيكونوا موجودين مع بعض في جميع مناسباتهم ومفيش أي خلافات بينهم وبيكون بينهم نسب بارك الله فيك فاهمني انت زي يعني مثلا عندك اخر مباراة كان الكابتن وليد سليمان مع كابتن عبدالشافي الاحتكاك اللي صار وصارت اصابة بارك الله فيك الكابتن وليد سليمان رح له المستشفى واتمئن عليه ومدروشه فاهمني شون فبندعي الكابتن عبدالشافي بالشفى ان شاء الله ويرجع الملعب فالله يسلمك عايزين نعرف ان دي منظومة كروية غلل الهدف منها طيب سمو الأخلاق هي الكرة ايش عبارة عن ايش اخلاق ومنافسة شريفة احنا لو عايزين نسأل حياتك برضو عايزين نعرف الرياضة بشكل عام ايه الافادة من الرياضة وايه الافادة ان انا بالنسبة لي ان انا اكون راجل رياضي او اكون من البراء عم طالع رياضي والرياضة بشكل عام بتفيد الانسان في ايه طبعا الرياضة بارك الله فيك الرسول باب ام يا رسول الله طيب اوصانا بالرياضة طيب فحليس صحيح قال علموا اولادكم طيب السباحة والرماية والاكوب الخير ليش الرسول احسن على الرياضة؟ لان بارك الله فيك العقل السليم في الجسم السليم نزين؟ جب لي اي لاعب او اي رياضة بميس اي رياضة من الرياضات هتحصل له متفوق علمية نزين؟ لان بيحصل الليسك عنده توافق ذهني بدني نزين؟ هي استحيل تجب لي واسا واحد ما يمارس رياضة بتلاقي كسلان كسول طيب عنده ناكس اللي سلمك في الهرمونات في الاستيعاب ليش؟ لانه ما يمارس رياضة الرياضة بتفتح مسامات الجسم بالكامل من الناحية الفيسيولوجية نزين؟ ومراحل البحث في علم النفس وجدنا ان اللاعب اللي بيمارس رياضة اكثر تفوقا من اللاعب اللي ما يمارس رياضة لانه بتنشط كل اللي بارك الله فيك هرمونات ومسامات الجسم الله يساك والغدد اللي في الجسم وكل ده محتاجها الله يسلمك سرعات لانه بيكون نزمة الدهون والكوليسترول متراقم في الجسم لما يصير لي حرج بيتحول بارك الله فيك الدهنيات هذه لطاقة ايجابية والعضل فده اللي استفادة منها يعني هو بينشط الزكرة طبعا وبيكون طبعا الطالب بتفوق في الرياضة بتنشط الزكرة وبتنشط الجسم بيكون في دروسه وبيكون في المعاته صحيح صحيح يعني فيه تتذكر فيه دور المدارس طيب ليس سووا دور مدارس لو ما فيها رياضة بارك الله فيك اهتمام ووعي للبدن ما سووا شي اسمها نشاط مدرسي نشاط رياضي دوري المدارس ليش كل ده عشان اللاعب اللي يسمعك حصة الالعاب ده الهدف منها ايش اللاعب يفرغ الطاقات اللي عندها طيب وتتحول اللي يسمعك الطاقة السلبية لإيجابية نزل لكن مثلا اللاعب ما يمارسي بتحصله كسول ما عنده استعاب ما عنده وعي وتوجهات حاليا بارك الله فيك من سعادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وسعادة الوزير أشرف صبحي طيب بارك الله فيك بالرياضة على مستوى مصر منتشرة على طريقها على أعلى مستوى احنا شوفنا اتجاهات الساد رئيس في الرياضة من أعلى مستوى بالأخص ركوب الدراجات وافتتاح مراكز شابال كتير موجودة في مصر غير بارك الله فيك الاهتمام كمان بالبراعم والمعاقين والاحتياجات الخاصة والقدرات الخاصة اللي فيهم متفوقين على أعلى مستوى الشيء الثاني للعمرك في مواضرة قبل أسبوع عجبتني جدا جدا مع دولة الرئيس مدبولي وسعادة الوزير أشرف صبحي عاملين مباراة بيسموا اه بيسموا بيحسوا بارك الله فيك على كرة القدم والرياضة اي نعم يعني بارك الله فيك لما القمات هدول هما لفسهم لعبوا كرة قدم فإذا بيعطوا رسالة حق الشعب أنه فيه وعي رياضي طيب والبرعم دوت أنت كبرعم من 8 سنوات أو 4 سنوات أو 5 سنوات لازم على طول تلطحك بنادي أقاديمية مركز شباب من الصغر يعني لو حبينا نواجه رسالة للسان ومشاهدين لأبنائهم اللي هم اللي لسه 8 سنوات و 7 سنوات في البداية نقول لهم إن إحنا نبتلي إن إحنا نوديهم يشوفوا يلعبوا الأنشاطة الرياضية المختلفة اللي موجودة لتنشيط الزاكرة صحيح يعني أنا بواجه رسالة لأولياء الأمور اهتموا بأبنائكو من الصغر من البراعم شوف ولدك متفوق في إيش اجعد رقبه في البيت ممكن متفوق في كورة سدة كورة طيرة بسكتبول صباحة مدري وشو شفت عنده الموهوبة هدي إحنا محتاجين كمدربين كورة قدم اللاعب الموهوب مثل كابتن محمد صلاح شوف شلون بارك الله فيك شرفنا على مستوى العالم طيب إحنا عندنا نمازج مشرفة كتير قوي إحنا عندنا يمكن الله يقل عن يمكن ثلاثين أربعين مليون محمد صلاح في مصر في الأقاليم عرفت شلون بس محتاجين كشفين يروحوا يكتشفوهم الله يسلمك يتعلموا صح يتأسسوا على يد مدربين وعيين يفقهوا إيش تدريب براعم كورة القدم لأن البرعم تدريبه بيختلف غير الفرس أو الفئة اللي الناشين أو الشباب فلما تروح بارك الله فيك الأقاليم هدول بتشوف موهوبين على أعلى مستوى لكن ما فيش وعي وليه الأمر نفسه مش جادر يوديه مثلا نادي أو مركز شباب أو أقادمية يقول لا لا خليه في البيت روح إنت اكتشفه اكتلعه من جزوره خده بارك الله فيك ودي نادي اشتغل عليه إحنا عندنا مبادرة كميلة كان عملنا سيد الرئيس في الرياضة وعندنا مركز شباب على مستوى المحافظات وعلى مستوى الأحياء ومستوى القرى موجودة كانت بأسعار رمزية جدا للرياضة للبراعم والأطفال اللي موجودين عشان الرياضة ويتحفزوا الرياضة وإحنا تملي بنقول إن الرياضة شيء جميل الرياضة بتفيد الجسم الرياضة بتفيد بناء الجسم وبتفيد التركيز وبتفيد حاجات كتير للطفل وهو طالع بيبني جسده لحد ما يبقى شاب ولغاية برضو في مرحلة برضو بعد الشباب بتفيدوا الرياضة في حاجات كتير موجودة وشوفنا نمازج مشرفة كتير برضو في مراكز شباب يمكن في قرة كفر حكيم في الجيزة شوفنا نموذج طيب جدا وعملين مبادرة جميلة جدا وعملين هنشوف برضو مع بعض تقرير بتاعهم بس معنا بداخلة تلفونية مع الإعلام عبدالتواب الرفاع الشعر والإعلام الجميل يظهر في مشكلة في الاتصال يا شباب حاولوا اللي هو يكون موجود معنا برضو وهنشوف برضو يعني حاجة جميلة وروح جميلة المركز عمل بعض عمل أغنية جميلة في حض مصر ماشا الله والأنشطة اللي موجودة هناك وبعض الأنشطة ياريت يا شباب برضو تلزلوها معنا ونشوفها مع بعض رجعنا تاني في المداخلة التلفونية نشوف التقرير بعد المداخلة التلفونية ألو ألو ترامو ربنا يخليك يا زمينا وأعلمنا الجميل اللي نتملي بنشوف منك إيجابيات كتير موجودة وشايفين منك طبعا مجهود كبير في الرياضة في كفر حكيم ومركز شباب كفر حكيم فعايزين نعرف من حضرتك بقى يعني ايه آخر التطورات للتحفز الأولاد إنهم يروحوا النواة دي وإيه الحافز اللي انتم عاملينه عشان أولادنا وصغرنا والبراعم اللي موجودة يكون لهم أنشطة الرياضية مختلفة عندكم والله حضرتك أولا أشكرك أشكرك جدا على الكلام الجميل دوت وعلى عرضك للتقرير وإنك فيه علامين لست محترمين من الكتير عمالي الشباب وعلى القرى النائية وإن الوزارة أصلا ما أهم شيئها ومحتاجين نظرة فعلا هي بجد من الوزير ومن الدونة ويخطار الرئيس فرجال ويقول دايماً مدوا تقول الشباب والكورة محتاجين نظرة المسؤول ينزل وشكرا لبرنامج اللي بدأت بدأ يحط إيديه على كل مكان بمصر دي مش مجاملة بيكاً محتاجين نظرة عندنا شباب دي الوردة عندنا محمد طلاح ثاني وكالي ورابع عندنا نفس ديها لكن لمشي كميات في الملعب تغيره إثنائيات دي قاله فترة ولحد الأمة تعمل في الكور بتيجي بالعطية الاتهام بالمجهودات الشخصية يعني من الآخر الدخل في مركز الشباب كله قائم على الملعب تكون المتأثر أو بعض المجهودات البطيطة محتاجين للدولة شكرا باور طبعاً طبعاً أنا سعيد اللي أنا بسبع من حرطك كلام جميل ودايماً بتهتم بشكل كفرة حكيم مركز الشباب كفرة حكيم وبتشوف إيه النواقس اللي موجودة هناك أو الاحتياجات اللي موجودة في الملاعب إيه عشان أطفالنا إن إحنا نقدر إن إحنا ننميهم طبعاً وينموا بطريقة رياضية سليمة بدل ما طبعاً يروحوا ويعودوا على القفهات ويبتدوا إنهم ده ده إحنا بنقول الرياضة شيء جميل ويهمنا في الأول في الآخر اللي إحنا يكون أولادنا كلهم رياضيين وأولادنا كلهم داخل النواة دي دي تعليمهم ثقافة جديدة وتعليمهم ثقافة الرياضة والفكر وطبعاً الأنشطة الرياضية المختلفة في القراءة أو غيرها أو غيرها فعايزين يعرف من حضرتك إيه الجديد عندكم في كفرة حكيم هناك بالنسبة للإيجابيات اللي موجودة أو أستاذ عبد تواب الفترة الأسئلة وأنت عارف أن المرابع كرداسة واللي كان حاصل أيام الفترة اللي فاتت والناس الشباب دلوقتي عندها الرؤية إن الثولة بداية استعمل لها وإن الثولة فعلاً محتاجة فعلاً الشباب الأجنب الثولة في الفترة إن الرئيس يعني الفركة بالشباب ما عليش ناخد وقتاً جديد وأنا عارف إن وقت برنامجة إحنا سيادنا طبعاً يكون معنا سيادة المستشار المستشار الإعلامي طبعاً صقر عبد الله مستشار إعلامي الأمم المتحدة ومقدم برامج رياضية فهو ضفنا النهاردة برضو وإحنا بناعرف منه المزيد والمزيد في التوعية أهلاً بك حضرتك وإجمالنا اللي أنت في الدينة بقى دفع لفترة حكيم ولكل الكرة مصر والله يعني إحنا معنا أنا بكلم إعلامي كثير لباع في الجهة الإعلامية واللسود ومسمع مصر دم بي بكلم حضرتك لكل الإعلامي الشرطاء يرقوا دم بكل الكرة طبعي القبر حاكم عندنا ومعليشنا لو قلتنا من رياضة بيها واحدة معليشك إحنا عندنا الصحة فيها مشاكل والصورة فيها مشاكل والمدارس ما بيش فيه مال عندنا شاء الله أدلاتين مدرس بيدوا أربع تلاف طالب أدلات تلاف طالب ونص يعني عندنا عز تقريباً من 10% محتاجين جمارتك جمالة أهل كايرو اللي هي بمطر كلها تكون موجودة معاها ووستاذ الدوشاد طقري يكلم الناس في الوزارة إنهم ما تعلن بجسد يخطوا نقطة على مركز قبر حكيم محتاجين فريقة وثمين يعمل دوري إحنا طبعاً بنشكرك يا أستاذ عبد تواب وإحنا طبعاً بنقدم من برنامجنا إنه هو برضو لسيادة المحافظ الجهيزة نظرة لكفر حكيم ونظرة لمركز شباب كفر حكيم هناك لطبعاً التطورات الموجودة وبعد اللي هي السلبيات الموجودة هناك نتمنى إن نشوفها إيجابيات في الفترة اللي جاية وبالأخص إن السيد رئيس الجمهورية طبعاً ابتدى إن هو يطور العشوائيات وشوفنا تطورات كتير موجودة في مصر في الفترات اللي فاتت شوفنا ترية المحمودية وشوفنا تل العقارب وشوفنا أماكن كتير وهنشوفها بالصور معنا برضو بس نطلع نشوف التقرير لكفر حكيم والتقرير الجميل اللي انتوا عاملينه ولجميات الجميلة اللي انتوا عاملينه هناك ونرجع لكم تاني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لو بتحبوا البلد خلي عينكم عليها خلي ديكم في دينا يا رسل تعيش بينا ساعتي الجد تلينا شايرين روح ما في دينا يا حرفي اللي عدينا بلدي ولادي كمير بلدي الود بدي احلم ترابك بيدي وشيرك جوه عاملينه وصل انتها اللي عاملينه بلدي الله عميل حبي العلم عميل هنعلي ونتمي فيها من يبطون السنين بلدي اكمل جميلة بعين سودة وكحيلة بلدي كريمة وقصيلة بلدي الود بدي احلم ترابك بيدي واشيرك جوه عاملينه بلدي احلم ترابك بيدي كريمة لو بتحب البلدي خل عيونكم عليها خل يا ديكوا في دينا يا بصري تعيشي gyna ساعتي الجد تلينا شايرين روح ما في دينا حرفي الليلة بلدي عديدنا بلدي ولادي كمير بلدي الود ودي أحضم طرابك بجربي واشيرك جوا عيني أصل انت بريعاني بلدي الله حمير محطين عيون عليها هنعل ونكن فينا من مقتون السنين بلدي أجمل جميلة بعين سودة وكحيلة بلدي كريمة وقصيلة لو بأ أبواد ربين ورجعنا لكم بعد ما شفنا طبعا نغنية جميلة والتقرير الجميل من مركز شباب كفر حكيم وشفنا فيه إيجابيات كتير موجودة وإحنا عارفين إن الفترة اللي فاتت حضرتك طبعا متواجد موجود معنا بمصر بقالك فترة كبيرة وشفنا إنجازات كتير موجودة ما شفناش وطفرة ما شفناش من سنين فاتت في خلال تولي الساد رئيس الجمهورية في أكبر شبكة طرق وشفنا تطوير عشويات وشفنا حاجات كتير ونتمنى إن احنا نشوف كل العشويات في الفترة اللي جاية يكون فيه إنجاز طبعا الرئيس السابق الزمن في حاجات كتير في الفترة اللي فاتت شفنا تطورات جميلة في حاجات كتير إنت حالتك شايف التطورات اللي شفتها دي شفتها في مصر بشكل زي يعني بارك الله فيك أنا موجه تحية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودولة الرئيس ملبولي وبارك الله فيك القيادة الحكيمة مصر سوت طفرة في كل شيء بارك الله فيك طفرة في الصناعة والتجارة والزراعة الله يسلمك التعليم الصحة التطوير في كل مصر الحين طول عبرك هي اللي بتتحكم في العالم خلاص عرفت شلون الدفة عند مصر الحين نزيد مصر هي بارك الله فيك تعتبر البصلة إحنا شايفين معنا السهر برضو اللي موجودة على الشاشة التطورات اللي حصلت في الفترة الأخيرة في العشويات والتطورات العشويات اللي حصلت في ترعة المحمودية وفي تل العقارب ده تل العقارب زي ما احنا شايفين قبل كان فوق شكله ايه وبعد وده الدوئة كان شكلها فوق قبل وبعد شكلها طبعا مظهر حضاري موجود وترعة المحمودية طبعا زي ما احنا شايفينها في التطورات اللي حصلت الأول كانت ازاي ويه وفيه برضو قبل وبعد برضو شايفين طفرة جميلة حصلت وشايفين تطوير عشويات موجود طبعا حصل بتطفرة كبيرة قوي وشفنا تحضر وشفنا مصر صدقة الزمن خلاص عرفتشلون مصر هي الحين الدفة الله يسلمك اللي بتوجه العالم عرفتشلون اللي صار في مصر في عهد فخامة الرئيس ده لم يسبق لها مثيل في كل شيء عرفتشلون يكفي نعمة الأمن والأمان احنا بنشكر حياتك طبعا ان احنا بنشكر حضرتك طبعا ده شيء طبيعي بارك لهاي تاريخ عمرك وده لعنا بنتكلمش كلام فعلا من الحياة لكن احنا بنتكلم من الواقع زي ما شفنا الزور وشفنا طبعا مشروعات كتير يتعملت نفسه ما عرفناش بيها كل يوم يرئيس بفاجئنا بمشروع جديد يعني في مصر كان الاول بقالك وضع حجر الاساس الحين بقالك يفتتح على طول مفيش حاجة اسمها حجر اساس افتتح كذا فتح كذا فتح بارك الجسر اللي هيستوي ما بين مصرا شي اسمها مصر والسودان بارك الله فيك معاهدة شي اسمها الميركسور طيب اللي معمولة مع شي اسمها الدول امريكا الجنوبية طبعا عمرك منطقة العالمين بارك الله فيك شي اسمها بشاير ثلاثة والحين شغالين اربعة وخمسة وستة انزيل الحين طبعا عمرك طفرة معمرية وصناعية التعدين الزراعة الصناعة افتتح اولا مثلا الله يسلمك مصنع للمركبات بالغاز الطبيعي صديقة البيئة مصرية بيور عرف شون للمواطن المصري اللي يقدر يستعمل بها اقتصادية انزيل اصمرت اللي انفتحت طيب اصمرت اصمرت ثلاثة وانورت وابدعت كمان طيب رياضة على اعلى مستوى الحين الله يسلمك سعد الرئيس ما عندوش بارك الله فيك يرجع للورا عرف شلون كلها بارك الله فيك بسرعة الدوء مصر الحين في وضع لم يسبق لها مثيل في اللي ساير الله يسلمك حاليا شيء بارك الله فيك في الطيفة اللي صارت في العمران احنا طبعا بنشكر حضرتك اللي انت بيقول معنا وبنشكر استعد الرئيس انه هو سابق الزمن وخلانا ان احنا نشوف تطورات جميلة في ممورية مصر العربية وخلى العالم كله يشوف مصر الجديدة مش مصر لدينا مصر عرب طريق صحيح انا بوجه كمان تحية للجيش بارك الله فيك المصري اللي بارك الله فيك الحين ترتيبه التاسع عالميا والاول اقليميا احنا بنشكرك طبعا معنا النهاردة وصعالات بلقاء مع حضرتك النهاردة وزي ما عودناكم معنا في كل حلقة بنقول لكم اللي بيحب مصر يخاف على مصر ولا اللي يخاف على القادمة